بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة والخمسين من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيها عن احتلال البريطاني لمصر ووصلت في الحلقة الماضية إلى قراءة إلغاء المعاهدة وما ترتب عليه من إلغاء كل الاتزامات التي في المعاهدة هذه لبريطانيا وأنا بريطانيا تحركت أنا أريد أن أذكر في هذه الحلقة جرائم الإنجليز في مصر وهي جرائم عجيبة أتعجب من هؤلاء القوم كيف يزعمون حماية الحريات وحماية حقوق الإنسان وهم أول من يمزق الحريات وحقوق الإنسان إذا اختلف ذلك مع مصالحهم فأتعجب منهم تعجبا كبيرا فالذي فعلوه في الحقيقة أول ما صنعوا أنهم دبروا حريق القاهرة وذكرت لكم في المرة الماضية من أوائل ما صنعوه أنهم حطموا ما يعرف بكفر عبده هذا مثل مجموعة مساكن بجوار السويس حطموها تماما بهمجية عجيبة عدد ضخم من الطائرات والذبابات كأنهم ذاهبون لمعركة عظمى أيضا حرقوا كنيسة في السويس وألسقوها بألسقوا هذا يعني بالإخوان المسلمين حتى تزرع الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى ثم ثبت أن ذي فعل ذلك هو جميع إخوان الحرية التي تحدثتكم عنها في حلقة سابقة أيضا في الإسماعيلية في المعسكر المصري استدعى أحد الضباط من المعسكر المصري استدعاه البريغادير إكسهام القادر بريطاني في المنطقة وأبلغه إنذارا بأن القوات ينبغى أن تغادر المعسكر المصري في إسماعيلية سريعا وتسلم أسلحتها لقوات البريطانية وترحل عن منطقة القناة كلها كل المصريين من الضباط والأفراد يرحلون عن منطقة القناة انظروا كأنها بلادهم يتصرفون فيها كما شاءوا وتصلوا بوزير الداخلية وكان يوم ذاك فؤاد سراج الدين والرجل وفدي مشهور تصلوا به فطلب منهم مقاومة وعدم الاستسلام حاصرت الدبابات والمصفحات البريطانية مبنى محافظة بسبعة آلاف جندي تصوروا سبعة آلاف جندي بريطاني مزودين بالأسلحة ومدافع الميدان بينما كانت جنود المحاصرين لا يزيدون عن ثمانمائة في الثكنات وثمانين في المحافظة لا يحملون غير البنادق واستخدموا بريطاني كل ما معهم من أسلحة في قصف مبنى المحافظة واستمر جنود المصريون البواسل لآخر طلقة يقاومون وسقط منه خمسون وجرح ثمانون وأسر من بقي منهم واستقبلت هذه الأنباء بالغضب الشديد في القاهرة خرجت المظاهرات العالمة في كل القاهرة لكن الحكومة ما كان تملك للإنجليز آنذاك لأنه كما قلت ما استعدت عندما ألغت المعاهدة ما استعدت لنتائج هذا الغاء للأسف الشديد من الجرائم أن حدثت معركتان في الإسماعيلية أيضا معركة حدثت ومظاهرة خرج الشعب في مظاهرة مبتهجون بالغاء المعاهدة 1936 فتحرش بهم الإنجليز وقتلوا عددا منهم وجرحوا عددا آخر وسارت مجزرة آنذاك في الإسماعيلية بدون سبب إلا أن الإنجليز قرروا استفزاز المصريين واحتلت القوات البريطانية مدينة إسماعيلية بدعوة محافظة على الأمن وحماية أرواح الرعاية البريطانيين وأيضا دخلت المساكن في حركات استفزازية وفتشت مساكن مواطنين وهذا ما لم يحدث من قبل وفتشت السيارات القادمة إلى الإسماعيلية والخارجة منها أيضا في بورسعيد صار شيء نفسه وتكرر أمر في مظاهرات للمواطنين في بورسعيد هجم عليها مصفحات بريطانية وقابل جمهور هذا العدوان بحرق المخازن البريطانية المعروفة بالنيفي وقتل في ذلك اليوم خمسة وجرح عدد كبير من المواطنين في بورسعيد احتل الإنجليز في بورسعيد مكاتب الجمارك وجوازات والحجر الصحي والحجر الزراعي بالإسماعيلية وبورسعيد وبعد أن اقتحوا أبابها بالقوة واعتقلوا حراسها وموظفيها فجردوا الحراس من الأسلحة واستولوا عن مرافق مدينة إسماعيلية وفعلوا كل هذا واستولوا على خط السكك الحديدية وعطلوا المواصلات بوقف القطارات وتفتيشها ووضعوا أيديهم عنوة على جميع وسائل النقل إلى البر الشرقي من القناة إلى سيناء وسرقوا المواطنين وفعلوا فعال عجيبة هنا قرر بريطانيون قرارا أيضا غريبا وغريبا جدا قرروا أن يجعلوا منطقة القناة منطقة عسكرية مغلقة انظروا كأنها بلادهم والأعجب والأمر المضحك أنهم أخرجوا عددا كبيرا من الضباط والجنود والموظفين دعوا أنهم غير مرغوب بهم في منطقة القناة بالضبط كأنها بلادهم يتصرفوا فيها كأنها بلادهم وأبعدوهم عن المنطقة وتدفقت الإمدادات على القوات البريطانية من البحر الأبيض المتوسط ووصل آلاف الجنود في حركات استفزازية كبيرة وكبيرة جدا وطردوا ناس من المساكن ليسكنوا فيها جنودا وضباطا وأيضا أخذت الدوريات الإنجليزية تجوب شوارع بورسعيد والإسماعيلية والسويس تستفز شعور المواطنين وسيطرت على المداخل والمخارج وخطفت الأرزاق بالقوة من المواطنين واتهدت السكان وفتحت المحال الأرزاق يعني محال التجارة وأخذت منها المواد التموينية بالقوة وأخذت تهدد كثيرا من العمال سيأتي موقف العمال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من ذلك كله أن العمال سحبوا من مناطقهم أخذت تهددهم بالبقاء تحت قوة السلاح وأوقفت تقريبا كل المواصلات بين منطقة القناة وبقية القطر المصري وفرضت تفتيشا مهينا على كل من أراد أن يدخل إلى منطقة القناة وعندما وجدت نفسها في حاجة إلى عمال استقدمت عمالا من الخارج بدون شهادات صحية كان فيهم أمراض انتشت هذه الأمراض في مصر وعلى رأسها مرض الحمى الصفراء وكان طبعا هذا تصرفا احتجت فيه وزاة الصحة المصرية لدى منظمة الصحة العالمية لكن تحتج إلى من إذا كان القاضي خصمك تحتج إلى من هذه المشكلة أيضا منع الإنجليز حرس الحدود من أداء مهماتهم في حماية السواحل المصرية فانتشر التهريب بشكل أكبر ودخلت مخدرات إلى جميع مناطق البلاد آنذاك بسبب منع الإنجليز ضباط خفر السواحل من أن يزاولوا مهمتهم وهذه كلها جرائم حرب طبعا يعاقب عليها القانون وما أدري أين جمعيات حقوق الإنسان في مصر وجمعيات ونقابات المحامين في مصر من هذا حتى ترفع دعاوة تعويضية ضد هذه الجرائم البريطانية استباحوا باختصار السويس وبرسعيد والإسماعيلية وفعلوا بها الأفاعيل آنذاك وعزلوا الجيش المصري في غزة وسيناء ومنعوا اتصاله بالجيش غربي القنال لأن طريق دخول الجيش المصري الذي مرابط في سيناء وغزة هو من جهة القناء فمنعوهم من الدخول وأجبروهم على البقاء في أماكنهم أيضا جرت معركة دعية معركة الإسماعيلية الثانية بعد عدة شهور أطلق الجنود البريطانيون أطلقوا النار على بعض الرجال الجيش المصري وهم في ثكاناتهم فحصلت مشكلة كبيرة قام الشعب وثار قتل أفراد من الشعب كالعادة جرح عدد كبير جدا ولم يتحرك أحد نصرة لهذه الحقوق حقوق الإنسان لم يتكلم أحد ما سمعنا كنا من أمريكا ولا لفرنسا ولا الدول الغربية باختصار شديد لأن هؤلاء مسلمون لو كان هؤلاء نصارى لقامت الدنيا ولم تقعد قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر قتل شعب آمن مسألة فيها نظر قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر هذه موازين التي كان يقوم بها هؤلاء ويزنون بها الأمور ميزانا احتلاليا استخرابيا كبيرا جدا هنا احتل البريطانيون مبنى الإسعاف تصوروا المستشفى الطوارئ ومنعوا من إسعاف الجرحى الذين جاءوا على إثر هذه المعركة إلى المستشفى إلى هذا الحد وصلت الدناء بهؤلاء البريطانيين أيضا مما صنعت بريطانيا أنها عملت إذاعة موجهة من فلسطين يديرها بعض الخونة من الفلسطينيين وبعض العملاء من المصريين موجهة إلى المصريين طبعا الإذاعة مرهبة للمصريين ومخوفة وفاتة في عددهم ومضعفة لجهادهم معروفة هذه أيضا الدعاية أن نشرت جريدة اسمها أخبار القناة ووزعتها بالقوة في المدن وكل من رفض أن يأخذ هذه الجريدة كان يأخذ ويحجز ويضرب إلى هذا الحد هذه حرية التعبير عندهم إلى هذا الحد الذي صنعوه من أسوأ الأمور التي صنعوها في الحقيقة وكانت وصمة عار على بريطانيا أنها كانت تعرض جثث المصريين على الناس يعني قد ماتوا مدة طويلة ربما نهشتهم الكلاب وكذا لكن كانت تأخذهم تأخذ كثير المواطنين وتجعلهم يدرون حول جثث بحركة مرهبة حتى يذهب الناس ويحكون هذه الحكايات لأهلهم فتحدث هناك نوع من الخوف والإرهاب في صفوفهم فيكفون عن القتال الدائر بشكل يومي سأذكر إن شاء الله في حلقة القادمة يعني أيضا ساروا يتهمون المجاهدين من إخوان المسلمين ومن غير الإخوان المسلمين بأنهم أدوات للشوعية العالمية وأنهم مرهبون اسمعوا الكلام يعني وأنهم إرهابيون تصوروا الدافع من بلده يسمى إرهابيا ويقتلون النساء والأطفال ويحرقون جثث بالنار هكذا يشيعون في بلادهم وفي صحفهم لماذا من غير الغرض وهو أن يقتنع العالم بوجوب بقاء بريطانيا في مصر حتى تحفظ الأمن وتحفظ أرواح رعاياها والرعاية الأجانب في مصر لألا يقتلوا فكانت هذه طبعا يعني حركة دنيئة ودنيئة جدا استعداء العالم ضد المصريين عوض أن ينظر العالم إلى الحقوق المسلوبة للمصريين وإلى ما يجري في بلادهم فإنهم يعكسون الأمر ويقولون نحن المعتدى علينا نحن الضحايا والمصريون هم المعتدون بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأبدأ في ذكر البطولات الرائعة أي تقام بها إخواننا المصريون ومجاهدون هناك في قناة السويس وفي مدنها وماذا صنعوا لإيقاف هذا الهجوم المجنون فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى بعد الفاصل كنت أتحدث معكم عن قضية الجرائم الإنجليزية في منطقة القناة والآن من المناسبة نتحدث عن رد فعل الشعب المصري هل سكت الشعب المصري ما سكت فضل الله تعالى الشعب المصري وهذه نقطة أنا أود أن أذكرها يعني في حقيقة هذه حقيقة تاريخية الشعب أخيرا وجد من يوجهه وجد من يوجهه ومن يرفع من معنوياته للأسف الشعب المصري كان ضائعا بين هذه الأحزاب الوفد السعديون المستقلون مثل محمود فهمي النقراشي واسماعيل صدقي وعلي ماهر وهؤلاء هؤلاء لا يصلحون لقيادة الشعب ولا لتوجيهه لأنهم مفتقدون في الأصل لهذه التربية الجهادية ما ربوا على ذلك فما كان في وسعهم أن يقودوا الشعب وأيضا للأسف الشديد المشايخ تراجع أداؤهم وأثرهم ووظيفتهم تراجعا خطيرا خطيرا جدا فأتى الله سبحانه وتعالى بجماعة الإخوان المسلمين من أجل أن تقود الشعب المصري في جهاده في تلك المرحلات الخطيرة والمهمة وسأتي على ذكر قضايا وهذا لا يعني أن إخوان فقط كانوا جاهدون بمناسبة الشعب المصري كله ابتدأ يستيقظ وابتدأ يصحو وابتدأ يريد الجهاد ضد الإنجليز ويقاتل الإنجليز لكن أزعم أن المحرك لهذا والدافع له كان في القسم الأكبر منه بسبب عمل الإخوان وكان هناك أعمال أخرى إنصافا لجهات أخرى أسهمت في نشر الوعي العام الشعب المصري ولو كان لدى الشعب المصري هذا الوعي وتلك الرغبة منذ نصف قرن سبق على هذا لا خارج الإنجليز طبعا منذ أن وطئت أقدام أرض مصري لكن إن ذكرت في الحلقات الأولى الاحتلال أنه كان هناك تخاذل شعبي عجيب تخاذل شعبي صدمة شعبية عجيبة حتى أن القوات الإنجليزية احتلت القاهرة ودخلتها بألف جندي في البدايات ألف جندي تصوروا فكان فيه تخاذل عجيب في البدايات ولو كان الشعب قام بهذه الأعمال التي عملها مما سأذكر لكم الآن في تلك الأثناء لا تغير ميزان المعركة تماما لا تغير التاريخ تماما لكن قدروا الله سبحانه وتعالى بدأ عمال الموانئ يرفضون استقبال البواخر البريطانية وتفريغ شحناتها طبعا إذا هذا الهجوم البريطاني وإذا هذا التعنت البريطاني العمال رفضوا لذلك تكدست سبع عشر تباخرة بريطانية لا يعرفون كيف يفرغون محتواها تكدست في الميناء وتكلفت بريطانيا في أسبوع واحد خسائر مليونين من الجنيهات مليونان من الجنيهات في أسبوع واحد فقط حتى نعرف أثر حركة جهادية كيف تؤثر في العدو وأنها لابد واصلة إلى أغراضها أيضا عمال القطارات كانوا يرفضون يعني تأتي البواخر مثلا بجنود فينزلون يريدون أن يسألوا لثكناتهم مدة مسافة طويلة فعمال القطارات يرفضون أن يشغلوا القطارات يرفضون أن يتحركوا فتضطر سلطات بريطانية لحمل هؤلاء بعائلاتهم في الشاحنات لتوصلهم إلى الثكنات يعني قصة مزعجة جدا لبريطانيا كانت لأبعد حدود الإزعاج طبعا وأيضا رفضت عمال القطارات ناقل مهمات الجيش يعني كل لوازم الجيش وعتاد الجيش فكانوا أيضا ينقلونها نقلا بالسيارات وهذا يؤدي إلى تعب شديد انسحاب العمال المصريين من منطقة القناة صحة سلطات بريطانية حاكمة في المنطقة لكن من الذي يؤدي الأعمال العمال المصريون طبعا فانسحب أكثر من ستين ألف عامل من منطقة القناة ولكم أن تقدروا هذا العدد الهائل وتقدروا أثره وتقدرون أثر هذا الانسحاب في القناة أنا ذاك فتعطلت مهام ومصالح السلطة بريطانية في القناة العمال ينسحبون حتى نمطروا أن يهددوا بعض العمال بالسلاح من أجل يبقى فكان العمال يتسربون ولا يقوم في منطقة القناة وكان هذا تضحية رائعة من العمال لأنه العامل إذا خرج يفقد مصدر رزقه ولا يدري إذا وصل إلى القاهرة أو إلى غيرهم من المدن هل ستعبوده الحكومة هل ستقف معهم الحكومة أو سيح الحكومة أعلنت أنها ستقف مع الناس لكن عدات كانت كبيرة جدا وأين بيوتهم وأين أهلهم وأين تضحيات تضحيات ضخمة قام بها العمال آنذاك بما يدون على ارتفاع الوعي بشكل كبير وكبير جدا لدى الناس آنذاك وما كان أحد يتخيل أن هؤلاء العمال المساكين الضعاف يقومون بهذه المهمة الجليلة الجهادية العظيمة أيضا حصلت مجاعة كبيرة في القوات البريطانية المرابطة في قناة السويس وذلك لأنها رفضت التجار المصريون رفضوا أن يوردوا المواد التموينية لمنطقة القناة ومن كان من التجار يجرؤ هنا طبعا قام الإخوان بحركة رائعة من كان من التجار يجرؤ على أن يورد هذه المواد إلى منطقة القناة وكانوا قلة وإلى الله الحم من الخوانة فكان الإخوان يقعدون في الطريق لهذه الشاحنات ويوقفونها ويرجعونها من حيث أتت أو يدمرونها إذا رفضت إلى هذا الحد وصل الشعور الجهادي بالناس وفعلا هذا أدى إلى حصول مجاعة حقيقية بحيث بريطانيا طلبت مواد تموينية تأتيها من الصومال ومن أغندا وأتوا بالمعلبات وكان الوضع سيئا وسيئا جدا لبريطانيا آنذاك ما ستطع أن تتصنع شيئا طبعا في هذا وأيضا كان للدعاء من الإخوان ومشايخ وطلبة العلم كان له أثر كبير فإنهم كانوا يعتنون منابل في خطب الجمعة ويبينون للناس أهمية المقاطعة ومقاطعة سلاح رائع وفعال بيد الشعوب الدنمارك لما أهانت سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ونالت من مقامه سيد الخلق والبشر بأبه وامه صلى الله عليه وسلم وقاطعناها قليلا رضخت وركعت لكن للأسف سارعنا بفض المقاطعة فقبل وقتها ونحن شعوب قصيرة النفس فالأسف الشديد ما آتت المقاطعة تأكلها لكن كان لها رعب كبير جدا في الدنمارك اليوم سويسرة خايفة بسبب قضية المآذن ومقاطعة المسلمين وهكذا المقاطعة سلاح هائل وهائل جدا بيد المسلمين يعني فهذه قضية مهمة فالإخوان خلال المنابر ومن خلال الخطب الجمعة ومن خلال دروس ومحاضرات في المدن والقرى استطاعوا أن يوعى الشعب بهمية المقاطعة أحرقت ثلاث شاحنات فقط مما رفض أصحابها الأوامر أن يعودوا ولا يأتوا بالمواد التموينية لبريطانيين وبعد ذلك استقام الأمر وحصلت مقاطعة تامة بفضل الله تعالى طبعا أن يجلبوا من آلاف الكيلومترات أن يجلبوا الطعام البريطانيون يجلبون الطعام لأنفسهم فهذا فيه خسائر كبيرة وكبيرة جدا وفيه خوف على الأرزاق وفيه تخوفات كبيرة من قطاع المواد التموينية وهذا من أهم ما جرى آنذاك من مقاطعة رائعة وجليلة في الحقيقة معسكرات التدريب التي قامت كما قلت لكم من الحكومة للأسف شديد لم تعد العدة الكافية بعد إلغاء المعاهدة ما دربت الشباب ولا فتحت أبواب التطوع فقام الإخوان وعملوا معسكرات التدريب في الجامعات في الأزهر في عند الفلاحين كل من أراده يدرب يأتي ويدربونه ولم رأت الحكومة ذلك أرادت أن توقف هذا وأعلنت أن رصدت مبلغ مئة ألف جنيه للتدريب وجعلت صالح حرب وغيره يقومون بالإشراف على هذا لكن للأسف الشديد ما واصلت الحكومة في إجراءاتها فقد كان حسدا كيف يقوم الإخوان بذلك وهم لا يقومون فحسد ومسألت في وقت عصيب وعصيب الغاية انظروا لهذه النوايا وهذه الدناءات التي كانت تجري أنا ذاك في الساحة السياسية لكن التدريب آتى أكله وكانت تدريبا رائعا ومكثفا ودرب حتى بعض الفلاحين وبعض القرويين ودرب طلب الأزهريون ودرب طلبة الجامعات الأخرى يعني كان هناك روح روح انتشرت في الشعب هذا الذي كنت أريده لو هذه الروح كانت موجودة لما بقي الإنجليز يوما واحدا في مصر يوما واحد ما استطاع البقاء في مصر لكن الروح هذه ما كانت موجودة من قبل نتائج أمور كثيرة لكن الحمد لله برزت هذه الروح قوية بعد ذلك أيضا وجد طلبة الأزهريون وطلبة علم والمشايخ عندما كانوا يفرغون من دروسهم الدينية كانوا يخلعون ملابسهم وجببهم الفطفاضة ويهرعون إلى ساحات التدريب في صفوف منتظمة يتقدمهم قادة مزجوا الفكرة الدينية مزجوا الدين بالجهاد بالمصالح المصرية الوطنية وتقدموا بفضل الله تعالى ليسوقوا هؤلاء الطلبة على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ مناع القطان هذه كانت مرحلة رائعة ورائعة جدا أيضا كان من أهم ما عمله المجاهدون آنذاك هو إسقاط هيبة البريطانيين البريطانيين كانوا هيبة كبيرة وخرجوا من الحرب العالمية الثانية منتصرين وكان لهم اسم كبير وما تزال بريطانيا العظمى هكذا للأسف نحن الذين ضخمنا هذه الأسف يدخل ويزدري تلك المظاهر الكبيرة الفخمة الضخمة ويدخل على الرستم ويعلن له كلمة الله تعالى وينبئه أن الله بتعثهم ليخرجوا الناس من عبادة العبادة لعبادة الله كان العرب الأوائل رضي الله تعالى عنهم يستهنون بمظاهر هذه يستهنون بالدنيا ولا يقوموا لها وزنا لكن للأسف عدة عوامل اجتمعت على الشعب المصري ويجعلته يعظم يعني بريطانيا في عقله وقلبه كان لا هيبة كبيرة فكان من المهم أن تزول هذه الهيبة تدأ المجاهدون بقتل بعض الضباط وبعض الجنود وهذه العمليات كلها أدت إلى أن تزول الهيبة شيئا فشيئا من صدور المصريين تجاه الإنجليز ليتمكنوا بعد ذلك من الحركة الكبيرة ومقاومة هؤلاء المحتلين الغاصبين وطبعا هذا أمر مهم ومهم جدا تنوعت العمليات بعد ذلك إلقاء القنابل على السيارات ومن اللطيف أن ألقي قنبل على سيارة إكسهام هذا نفسه الذي عمل مجزرة الإسماعيلية عندما حاصر مبنى المحافظة ذكرت لكم في حلقة سابقة حاصر مبنى المحافظة وحاصر الضباط المصريين وجنود المصريين وقتل منهم خمسين وجرح ثمانون هذا إكسهام نفسه سقطت قنبلة في سيارته لكن لم يكن فيها للأسف أيضا نسفت مخازن للذخيرة دمرت أنابيب المياه وأسلاك الهاتف نسفت الجسور في مناظر رائعة وأعمال جليلة سأعيد إن شاء الله تعالى أو سأكمل ذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته